هل بدأت المشاكل الدستورية من خلال تصريح الرئيس ميشيل عون بين حديث أضايا القطرية وبين حديثه إلى قناة الجزيرة أعتقد أن المشكل في الدستور الممثل من اتفاق الطائف لأنه أقام التشابك بدلا من التشارك هل أسيء قراءة أو فهم ما قاله الرئيس ميشيل عون أو هو قصد هذا الالتباس بالنسبة للرئيس ميشيل عون هو لا يعترف بالدستور أساسا دستور واضح ولية رئيس الجمهورية ست سنوات مش ست سنوات وساعة بيقول أنه إذا المجلس بده بيبقى أنه دستور من نسح فيه إيدينا وإجرينا بعدين هيدا رئيس جمهورية حزب الله هل أصبحنا في جمهورية حزب الله؟ تحالف الرباعي هو يغطى سلاح حزب الله اليوم رئيس الجمهورية لا يملك ولا يجرؤ هو ورئيس الحكومة أنه يدعو لجلسة للحكومة لأنه حزب الله يرفض حزب الله يسيطر على البلد هل هو موقف أخلاقي أنه يعمل حاجز أمام اجتماع مجلس الوزراء؟ موقف سنائي شيعي بربط انعقاد مجلس الوزراء بتنحية القاضي بيطار موقف في غير محله ولا يخدم لبنان إذا صلنا أمام لجنة تحقيق برلمانية هل ممكن برأيك الوصول إلى الحقيقة؟ لن نصل إلى الحقيقة لا عبر لجنة تحقيق برلمانية ولا عبر القاضي طريق بيطار بكل أسف وشو سوبرمان بيطار يعني؟ طيب إذا بدو يجي يشتبي طار البطار بيع حزب الله مين قدر يجيب على التحقيق؟ ما كلهم قدسين الأمير العام لحزب الله تحول من باقة أحلام إلى باقة مزود غلط ليه غلط؟ أولاً هو ما كان عم يبيع أحلام غلط لأنه كان بيع أوهام تحول من بيع أوهام لبيع مزود المقاومة الحقيقية لا تكون بأمرت لا قاسم سليماني ولا قآني بين السيد حسن الصلاة والذئيس نبيه ذذي شو عطيه البلد وشو أضرده بالبلد ما بعتقد في ضرر مين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أفاد لبنان في تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وفي تحرير الأرض من الإرهاب الداعش والنصرة حدا بدولة عديد جيشة 65 ألف بيطلع حدا بيقول عند 100 ألف مقاتل مسلحين ومدربين وعند 150 ألف صاروخ وبيبعت وفي الصفعة العدلية يهد الطريق البطار بيطلع ما في ضرر حسن نصر الله هو جزء من الحرس الثوري الإيراني هو يفاخر أنه جندي بولاية الفقية ما له علاقة باللبنان يحمل بالخطأ الجنسي اللبناني رئيس نبيه بري لعب دور إيجابي على صعيد الوحدة الوطنية ولكن بالمقابل كان في تقصير برئاسته للمجلس في عندما أخذ على الرئيس نبيه بري من هون مش لعينتين للمصالح وما بعد على الأقل نبيه بري هو من يتخذ قراراته يعني القرار اللي بياخده بياخده هو ما في عنده بده يدق لا على طهران ولا على قوم هل ستجرى الانتخابات النيابية في الربيع المقبل؟ نعم باعتماد إما 8 أيار أو 15 أيار 2022 موعد للانتخابات النيابية بالسياسة أعتقد أن أحدا لا يستطيع أن يتحمل طي صفحة الديمقراطية جبران باسيل ما بده انتخابات وحزب الله ما بده انتخابات كل واحد لسببه لأنه بيعرف حجم الخسارة هناك مصلحة دولية بنهيال لبنان كي يفاوض وهو ذاكع بملف حقوقه النفطية هاي المؤامرة الدولية يبين حرط حراك وميرنا الشلوحة لو لا فساد الطبقة السياسية لكان رأس رياض سلامة على مقصلة التدقيق الجنائي فضل ما جاب مطلوب نحنا نكون الدولة الوحيدة بالعالم ياللي بتدفع 50 مليار دولار وما عنده كهرباء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة